الحياة هي فايد من الذكريات مصرها في الغالب والنسيان لكن منها لكي بقى راسخ في أدهاننا وأدهان الناس خصوصا إلا كانت مقرونة بالغموض الأمر لكي يفتح الباب الإشاعة الإشاعة اللي كان وجهها من خلال حواراتنا الحصرية من خلال حديث بكل حرية وبدون قيود من سلحين دائما بالقولة الشهيرة هم يقولون ماذا يقولون دعهم يقولون مرحبا بكم الفاس افاس نجاة رجوية فنانة مغربية معروفة من موليد مدينة أسفي صاحبة سيت محلي وعربي كبير وحضور فني راقي باسمات علي من خلال صوتها المميز والترابي نجاة ممكن اعتبارها عنوان للتحدي والإسرار الإسرار للمسنى من خلال مرورها المتكرر فأكثر من برنامج دي المواهب لفرداتها والتعبير على فنها وقدرتها واللي بدأتوا محليا من خلال ستوديو دوزام وصولا لبرنامج دوويس إحساس العالي والتمييز ديالا في الجمعة ما بين حماس وسحر الفن الشبابي وسلطنة أغاني الزمن الجميل أعطوها مكانة خاصة عند الجمهور العاشق لفنها وتفاصيل صوتها القوية هي فنانة قمة في الرومانسية معروفة بالمثابرة والجدية ساحبة كاريزنا وشخصية مشهود لها بالصلابة والعصامية موسيقى ناجات مرحبا بك الله يبرك فيك شهر أزاد وشكرا على الاستضافة وأنا سعيدة أنه معك اليوم ناجات في الولد لبرنامج ديالنا كنبيرو علاقة بين ضيف ديالي وشخصية كارتونية الشخصية الكارتونية اللي بنت لينك تشبه لك هي جزينا لغيغيغ وديما كساعدة لي معجل أنها قبيحة أنها وعرة وهي بالعكس كتدافع للحق والداخل ديالها طيب بزيف وزوين بزيف وكتطايح وتنوض كتطايح وتنوض بكي شوية وكنقول سافي بكيتي تجد بخيمة سافي سير الخدمتك وجمعي راسك طبعا عند الحق تنا كتوقع لي بزافت مرات كتكون عندي الخدمة وما كان كتكون شيئا هذي يكون عندي شيئا مشكلة لأنه الفنان في الأخرى إنسان هذي بحل الناس كاملين عنده مشاكله عنده حويش زوينين عنده حويش خيبين في حياته عنده حويش في الماضي حويش في اللي عايشو كيف في الناس كاملين فبعد المرة كنت تلقيني كنت بكي نهر كامل كنتكون عندي حفلة بالليل كتجي ليلة كتماكينية كتغطي للسارة كنوش نخدم وخاس ندحك لأنه لأنه اختارتي واحد المهنة اللي شوية وعرة خاسك ترسمي الفرحة على وجوه الناس واختكو انت الداخل ديالك مألم لأنه منك يكون عندك حفل والناس مقطعين لتيك وجايين وغاي حضروه وشهر ولا شهرين وانت دير إعلان ديال حفل والناس جايين على ودك ما يمكنش جيف آخر لحده وطلع ديال يوم هاكا ما يمكنش تغطو انك تغني غات هدري معاي بلا زواق ما كنتظنش كنحتاج الزواق لأنه أنا واضحة جدا ما كنحتاج الزواق ما كنت هدريش بالزواق لا لا أبدا أبدا بلا زواق وضيفتنا هي نجاة الرجوي نجاة الناس تقول بأن الفنان موفر لي كل شي وفرحان بزاف صحيح هاد شي أكيد لا أكيد لا شوف كما قلت لك قبل الفنان هو إنسان عادي بقى نهدر على رأسي مثلا ماشي دي مفرحانة وماشي دي ماما فرحانة شو بحال الناس كاملين عندي مشاكلة عندي متخيط عندي مكخيدي عندي بعض المرات كانوا كيكونوا عندي فلوس بعض المرات ما عنديش على حساب الخدمة واش خدمت ولا ما خدمت بعض المرات كيكونوا عندي مشاكل خاصة في عائلتي ماشي دي مفرحان وماشي موفر لي كل شي إلا ما خدمتيش بربتي سامارة ما غتصورش باشتعيش غير هو الفكرة السائدة حيث يسوقتو عنا في المغرب هاد شي ممكن كان في هوليود كان في دوباي في لبنان في مصر لأنه الصناعة عادي الفن خدامة كتر من المغرب لكن في المغرب رأس صعيب أولا صعيب باش تبت وجودك كاسم ثانيا صعيب لأنه الخدمة باش تلقى الخدمة و باش تخدموا يكون عندك الى كونتاكت و للناس يعيطوا لك في الحفلات و يعيطوا لك في مهرجانات ماشي سهل فكرة غلط يتخذوا لفنانين مساكنين لي Lorekiyبقوا فيها كيبقوا فيك الفنانين و لا؟ أنا فنانة كان بقى فيه رأسي كيبقوا في الفنانين بس أنا قريبة منهم بزاف كيبقوا فيها دون لسلس انه إنهم جوا مفرحانين و أنه عندهم اللي يبغى و أنه عندهم الفلوس أن لحياتهم سهلة لا بالعكس مفرحانينش الفنانين لا ما شي مفرحانينش الفنان هو إنسان عادي بحال الناس كاملين يقلوا لي ناجد بأن تعيشوا الديبريسيون تعيشوا أزمات نفسية حادة الأزمات النفسية يعيشو هالناس كاملين فنانا دكتور أنا كنا عرف ناس عادين وعندهم أزمات نفسية خيبة بزاف مثلا مني كي مرض شي واحد مثلا بمرض اللي كي يكون خيب وخطير ومعروف إلا مرض به كتلقى الملايين دي الناس كيموتوا بهذاك المرض مني كيموت به فنان كي يقولوا اه واحد الميكرو اه حيت كي يسهر بزاف اه حيث الفنان مسلط عليه الضوء أما الدبخيسيون والأزمات النفسية كتجي للناس كاملين كل شي معرض لها تا واحد ما بيخسرني على بغي وش فمسي دونك ممكن الفنان لأنه كي يكون في الواجهة بزاف كيف ما قلت لك بحلكة اي شي ما بغيش نعطى هذا الاسم غير هو كي ما قلت لك بعد المرة كتكون مقلق وربي اللي علم بيك وعندك مشاكيل ومضطر تكون فرحة قدام الناس عندما تخرج خسك تضحك وخسك تسلم للناس ويتلاقاوك الناس خسك تسلم عليهم متعيب هادشي شوفي بعض المرات زوين مني كتكون في مزاج زوين وفرحان وكل شي غادي في امان الله والقديم يسرا وفمتي كتكون بالعكس كيف يفرحك ان الناس حي تشوفي الله مني كي يحب شي واحد كي يحب في خلقه كيف ما كنقوله كتفرح ان الناس يتلاقاوك ويسلموا عليك ويفرحوا بيك ويتصوروا معك مني كتكون مقلق وعندك شي ضر في طارق في العائلة ديالك وفي الانتوراج اللي قريب منك كي يكون خسك تتمثل وهذا التمثيل هو اللي كي يضر كتتمثل انتي على الناس؟ ما كنمثلش بزاف غا نقول لك علش ما كنطرش نمثل بزاف لان انا اغلب الوقت كنخرج بندادر وفولار ومني ككون مقلقة واغلب الوقت مني ككون مقلقة ممكن نخرج إلا لكان عندي شي حاجة ضروري خسني نخرج على الوداك كتكوني مقلقة يتلقوا معك الناس يبغوا يتصوروا معك تصوري معهم كتكوني لهم سمحوا لي انا مقدش دابة انا عيانة لا كنت صوري كنت صوري كما قلت لك هما الناس يتلقوا في الزنقك يبغيوك محبا فيك مهمهم شو ما شنو عندك لا مهمهم شو فيه هو حب ممكن لك تاخديه نيغاتيف وش فيمتي هي محبة انتي دكوغ ماشية هاديك وليش يقول لك الناس يبغيوك محبا فيك ممكن انا كتجيني بحلقة تقمعي شي حد تقولوا لما بغيت ما فيه ما يتصور دابة ناجات اشتغلتي في عدة مجالات اشتغلتي في الوبيتال في اوزين ديال السبات شو كنت تكريبها ديال الايام لكليني كانت اخر حتى صارت القراية زيما كبرت من وزين السبات مني كنت صغيرة انا بديت كنخدم مني كانت عندي 14 عام ولما انا عرف 15 عام بديت اللي ساعدني انو كنت تاكنة في حي صناعي اللي هو ليساسفا انا اتزاديت في مبروكا ومشيت الليساسفا عندي سبع سنين ولات 8 سنين فالمنطقة اللي كنت اتزاديت كليساسفا فيها بزاف ديالوزينات ومني بشي تلت مرقيت تكون شيكي يخدم في العطلة غير عطلة تربية 15 يوم كنا كمشوا نخدموا البناس فسافي بديت كان اخدم ما وصلت 15 عام بديت كان خدم في الفاقانس وبعد المرات واحد وقيتها كنت كان خدم من غير الفاقانس كنت كان خدمة واحد وخدمة بالليل كنت كان خدمة بالليل وكان اقرب النا لانه شو مني كتولف مني كتولف انك مسؤولة على راسك وان عندك الفلوس تجيبك وكتشلي اللي بغيتي كتشلي كتوبة كتشلي حويش كتكسا كتكعيش بكل حال فخدمت بزاف خدمت وزين سبات خدمت وزين المشماش خدمت وزين الخيط شو اللي حسن الحياة قبل الشهرة ولا دعبة ما يمكن لكش تقارني حيث كل حياة شوية حويش زويني حويش خايبين قبل الشهرة كانت كنت بقى صغيرة كانت البراءة كانت الطفولة كنت بقيتش بريئة لا بقيتش البراءة كيقولوا بزاف تحويش كي يحكموك كي قصحكم المجال كي يعطيكم شخصية بزاف قالوا لي بأنك كنولو فشخصية مرادية شعليها لا ممتفقش معهم كنحس بالعكس كن تضلموا كي تضلم الفنان اكتر مرة تضلمتين تيا ناجات بزافت المرات كنت تضلم لانه كما قبلنا كي يقولوا الفنان عيش مزيان فمتي بزاف تحويش و اي حاجة كتوقع اه واحد فنانة اعلا شحد فنانة فنانة اه واحد سيدة اللي و اهتر على عظلة كي أنا أدريك لن اشاريك دراجة كبيرة انا قدرت ألقينا 15 يوم عندما تضلمي تقول لanga حياتهم ديمة ناشاط و ديمة خروج كنت تضلم الفنان كيتضلم بالا حكام المسبقة حكام المسبقة لبعض الناس كان في نايك يقولون لي ناجات باني اكتسبت المناعة اللي بحقونش حاجة يقولها ما ديش ارضيو الناس في الاخير شوفي ارضاء الناس غاية لا تدرك من زمان ما يمكن لكش ترضي الناس كان واحد القصة صغيرة دي جوحة وولدو وكان معهم عود في الول كانوا غادين بتلاتة غادي الولد وجوحة ومعهم العود ويقولوا وجوحة كيفش انتوا عندكم عود انتوا والدك وانتوا غاديين على الرجليكم وقالو وجوحة شط ربية والدك اللي صغير راكبوا مرتاح وانت اللي كبيرادي على الرجليك هبط جوحة وولدو واصلوا لي احد جمع اخر ويقول له جوحا حشو ما عليك الوليد تتغير وانت غادي ركب فوق العود ومخلي الوليد غادي على الجيل نعيه ومن ديره؟ واحد لو قيتها جوحا وبولده هزو العود بجوهش اهه اهه ويقول له جوحا حماق كماش الدابة مديورة لانه الناس ييركبوا عليها وكتسهل عليهم الزفر والطريق فما عرفش شنو يدير جوحا رهاتش لواز اللي كيلي وانش ركي من زمان مع عمرك غا ترضي الناس كاملين وما عمر غا يبغيهوك الناس كاملهين انتي لذا لوحد يكون هو بغيتي انتي ترضي الناس؟ أه بغيتي ولا مهمكش لي بغيهي شي حاجة يقولها لا شوفي هو ما همنيش لي بغيهي شي حاجة يقولها 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 انَه يكون دا مي ري مرتاح وعلاقتي بني وبين الله مرتاحة ومني كان حط راسي كان غيب اللهم إلك الحمد ماي كان بغيه نردي كيي همني انني نردي الناس لي كيبغيوني الناس اللي كيتشقوا فيها الناس اللي شجعوني من نهار الأول وآمنوا بموهبة ديالي وما زال كي شجعوني اليوم لأنه أنا ما كانت واحد كي يعرفني أنا جاي من واحد الواسط بسيط ومن واحد العائلة بسيطة اللي تا واحد في عائلتي ما كان في الفن ما كانت كان عرف حتى شيحد فبديت بشوية بشوية مشيت للبرنامج وتعرفت على الناس ولو آمنوا الناس بالموهبة ديالي الجمهور ديالي كل نهار كيتزاد فهذا كي الجمهور وخلكون قليل اللي كيبغيني كيحتارمني كيف ما أنا كنحتارمو يهمني أني نردئ وما ندر شي حاجة اللي تخسر العلاقة اللي بيني وبينو نجات أنا نوقفك فقلتي لي بأن أنا كيهمني يكون اللي كيبغيوني يكونوا فرحانين ويكونوا رادين علي نجات اليوم نجاتلي قدامي مش هي نجاتلي حاورت عش حال هذا شنو ممتل فيك نبدر شيا بزاف الحواجة شنو هما مرتاحة فرحانة مغرمة اللهم لك الحمد مغرم هو كيما انتي مغرمة كيبغي كيما انتي كتبغي الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد أنا ويك أشوفوا إن فيديونا نقول لها نجات رجوي واش غنقول لها نجات رجوي وانتونك فنانا كنحمقو لها كاملين شبنس كجونس شباله سول حمد للوحيد تبارك الله لها بإطلال تجالها سواء الحضور جالها وطريقة اللباس جالها كنعشقوها كاملين بالنسبة للزوجة كان نظل لنا خير زوجة وتشبار كلها لها الفيهة تنشوان ومواندغ ديطاي ومهلية فينا كسوسوانا غالي كنزا والديها والديها مرضيها الله يخلي علينا والله يدوم محبة والله يرزقنا الدورية الصالحة ايجو اللي يدي جتايم 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 كيبري كيمانتيكا تبغي زويل لامور طبعا طبعا نجويني بزاف إذا كان صادق ومبني على الاحترام حيث اللي أهم من الحب الاحترام والمودة والرحمة والله سبحانه وتعالى اذكره في القرآن المودة والرحمة انا جتا شنو كتقوليلو كتغنيلو بعض المرات شنو كيبغي بزاف بزاف تلحواج اولا غنقول له الله يخليك لي وربي سبحانه وتعالى رزقني بنابيل حياتي كلها تبدلات حياتي كلها تبدلات رزقني بي فيا رب كيف ما قاله كيفاش تبدلات؟ كنت خيبة ولا تزوينا؟ كنت خيبة كنت خاف كنت كنخاف من الزمان كنخاف من الدنيا كنخاف على غالي كنخاف عليها ماشي سهل انك تكوني مطلقة ومسؤولة عن الطفل وعيشة بوحدك ماشي سهلة كنخاف من غدا كنخاف من غدا مع انه الارزاق بيدي الله سبحانه وتعالى وكل شيء بيدي الله ولكن ديما كيكون عندك كتكوني خايفة كتحسي براجل في كثاف كما تقوله وراجل اللي محترم وطيب واصله طيب وكيبغيك فما كيبقاش عندك تقولي كتشوفي الحياة بشكل واحد اخر فكن قلو الله يخليك ليها وماشي جتهم حشمتي كيحش ملا لاموخ ماشي كيحش حيت عبتي علاش حينت من صغرنا كبرنا انو سانتابو ما كان قدروش تابين شوفي الى رضيتي البال من غير مع الزوج ديالك مع العائلة ديالك ما كان عبروش على الحب ديالنا مع عائلاتنا ما كانشوش تقولي بموكوباك كان بغيكم كانت جينا شوية تقيلة مع انو الإحساس كيحشوبي ما عناش سهولة في التعبير عن الحب ديالك شعراش كانت جينا كان حشموا مني كان برون قولوها كان حشموا واخا شو كتغني ليه انا مصرة كان اغني ليه بزاف كان نقوله بزاف كانت نقري انتي مرة نقارة لا كانت نضحك نقري زوين نقري نقري زوين غارجعوا الاغنية مده بشوية فاش تفكري فيها النساء اللي مروا بتجريبة تزواج قبل كيخافوا يدخلوا بتجريبة اخرى انا من بين هاد النساء انا في لوقيته اللي طلقت قلت حياتي غا تكون خدمتي وولدك وولدية وغالي مهم ومن ثلاث سنين وانا بوحدي تمني شوف كان واحد الحاجة اسمي سلم كتاب دي الله سبحانه وتعالى رحمني ربي سبحانه وتعالى كيكتبه لك شي حاجة ما كتكونيش عوالة لها ولا ديرالها بروغرام ولا انا الاخر لحدة كنقول الناس اللي قرب مني عارفين انو انا ما بغاش نزو ما غنزوش غنبقى مع غالي وضايقت كنقولهم دي مغالي هو راجلي كنقول مني عندي راجل تبارك الله شفنو بغيت ما زال ربي سبحانه وتعالى قسمة والناسب فشتلقيت بنبيل بالزربة شوفي الي قلتلك بالزربة تتوالمنا بالزربة قررنا انا نزوجه للدرجة تشوف نهار العرس كنقول لهم واش انا غنزوج والحد الان شوف الحد الان الحد الان مع نبيل بعض المرات كان انا وياها حتى هو بالنسبة لي كان ما كانش عنده فكرة انو يعودي تزوج لحد الان بعد المرات كان قلوا واش احنا تزوجنا كيف قلوا نضحكو في القانون المغربي فاش المرات كانت تزوج ما كان يبقاش لحد انا دولتها كنتي خايفة من هاد الشي لا ما كنتيش خايفة ما كنتش خايفة لسبب شوفي انا وطلق جالي طلقنا طلق وخاء هو ابغض الحلل عند الله طلق لكن طلقنا بالخير مهم وبقات علاقتنا طيبة لحد اليوم علاش لانه منك يكون الوليدات تحاولت زراع الخير في ذيك العلاقة واخره احنا مطلقين علاقتنا الزوجية سالات ولكن بقى واحد العلاقة اخرى تربط بيني وبينه وغتبقى تربط بيني وبينه دائما هو غالي لأهم مني وأهم منه وأهم من الدنيا كاملة فبينتنا علاقة طيبة جدا ويلا قلت لك واحد الحاجة من اوائل الناس اللي باركوا ليه هو وباة غالي وحترمتوا عليها بزاف وقلت هالو قلت له حترمتك بزاف وشكرا لك بارك ليه وبالعكس مشكل حضانة ما تطرحش نهائيا يعني بالعكس غالي معايا تشوف ببه دائما بحكم أنه الأب دالو قريب مننا عائلة طالق دالي علاقتي معهم طيبة جدا مني كتل الأم دالو كتكون مريضة كنسول فيها كيوقع عندهم شي حاجة زوينة كنعيدة نبارك شي حاجة علاقة طيبة جدا نشوفوا النطر فيديونا على القول مرحبا 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 كوكو ماما سوا كند dzięki بذ aire الله يعخلك لي أيلة جیکو زويدا جكو سويدا جائب جائب نشوف Sum كن خاف نقصرف حقه كن خاف كان خاف على هاد الوليدات هاد العالم دي السوشيال ميديا و النوفي التكنولوجي كان خاف علي كشوفي كان خائم غالي تجع نقول لك تكبيضة تكبيضة نجح ترجع لزوج تيالك و شنو هتغني له شنو هتبغي تسمع منك غنغني لهم بجوجه و غالي لأنه هادا كوينا و هادا كوينا امين يا رب بالله يا رب ما امين حبيب أمالي يا غالي يا غالي عمري كله لك و كل عمري يا عمري يا عمري مش خسارة فيك حبيبي مش خسارة فيك تقول بأحبك و حبك كان معادو بعيد و في يوم و ليلة ليلة جميلة هلت الموعيد هلت الموعيد تبارك العالي الله يبارك فيك نجات بحكم تجربتك في الحياة و بغيت يدري عملية وصية شكون توصي و باش توصي وصي غالي غالي باش توصي أنه يحقق الأحلام دياله و يصر عليها أنه ميخلي حتى شي حاجة تهرسه ميخلي حتى شي حد ميخليه يهرسه هرسوك طبعا طبعا هرسوك طبعا عادي جدا هرسوك تهريسة صعيبة و لتهريسة شوية شوفي أنا الوقت قصحتني أنا هدروع الأفقاس أحسن من كنت طبعا ما كتجينيش تهريسها صعيبة تكملات الوصية غالي 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 نوصيه أنه يدير توكالوف الله سبحانه وتعالى وشي حاجة ليكون مقتنع بيها ومتأكد منها يكمل فيها ويوصل الأحلام دياله ويكون عنده ويدير مستقب ابني يقدم عيني أنه خصي يدير مستقبل زوين ممتي مستقبل كانت منها ليه طبعا مستقبل زوين ونوصيه أنه يقرأ يقرأ العلم مهم جدا جدا أبشح عيب فيك نجاة تقدري تقولي لي اليوم فيك بزاف فيك بزاف العيوب طبعا كنت تعطار في نجاة بأنه فينا بزاف ديفوات طبعا كيفما فيها بزاف تلكاليتي فيها بزاف ديفوات شوفي أول ديفو أنا عصبية بزاف كيف كارجلك من العصبية جالك معه مع عصبية عصبية مع الناس ومعه الله ما بقيتش لشوفيته مع الناس ما بقيتش وقفين بالله من نهار تلاقيت نابيل وهذا الشي الناس اللي قرب ليها عارفينه وضاي الليلة معنا اليوم في التصوير في البلاتو تقدر تقولي كهذا الشي في الكواريس من نهار تلاقيت مع نابيل هما كيبقوا وديرين فيه بحلقة كيقولي يا مالك مش انتي تبدلت بزاف كي بدلنا العموخ طبعا الحب كيبدلي أنه كيما قلت لك كي يعطيك واحد راحة نفسية كي يعطيك واحد لساتيسفاكشون بيينكو بيين راسك أنا واحد لوقيتك ونت نسيت المرة ناجات المرة نسيتها علاش كميش نسيتها أنا نقولي كيفاش نسيتها كان الهاجس دالي أنه نخدم ونحقق الولدي ذاك شي اللي يبغى ونعيشه حياة زوينة ما يتعدبش بزاف ما يتكرفش بزاف وعائلتي الأب والأم دالي والأخ دالي يكون مفر لهم كل شي هذا هو الاندير دوار الزمان أنا واحد داك أتخاف من زمان كما قلتك قبلها تتخاف من الغتة طبعا مع العلم أنه أنا مؤمنة جدا أنه الأرزاق بيدي الله وكل شي برد الله سبحانه وتعالى ولكن مع ذلك نضعف كنخاف فكان الهاجس دالي دائما أنه دوار الزمان أنني نخدم أنني نقري ولدي مزيان فندراسة زوينة أنني نشوفه زوين نشوفه فرحان هذا هو الهاجس دالي فهذا الشيخ اللي ننسى نتناسى الأنت نتناسى الأنت وليك يجيب لراسي وليك يجيب لراسي أنا اسمتي السيموحمد إذا يحتف تصرفاتي مع الناس وليك تقاسح وليك تتعامل بحل الرجال حيث كنقول أنا مرأ وعندي وليد إلا ما قاتلتش لهذا الولد ووقفت ومبقاش عندي الحق أنني نطيح لأنه إلا طحت غير يطيح معي ولدي فكان عندي لها جزيل أنه حسنين قوية وكنت بحل ذي ما في موقف هجوم قبل ما يجمع لي شي واحد وشف مجيب بويت نقول لك كنت عصبية ما بقيتش لا ما بقيتش لا أبدا شوية ما بقيتش ولكن برابور كيف كنت تبدلت بزاف 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 الفنانت يقلوا بأن تنعيش بالعصبية لأنني عندكم ستخاص في الخدمة تكون ضغطتها يشوف ما خاضي بشيغير في الخدمة في الحياة عموما شهر زاد الحياة كلها ولفها بزاف دي استخاص أها أراك تخرج غير في الطريق كتتترسي أفصوغان فالحياة كلها ولتستخاص كلها نعم لك الحمد نجاة انتي واجضة مشي وانوية القاسة حسن من الكتاب مشي القاسة حسن من الكتاب مش تقولي ليش حلق صحات كل وقت مرحبا صافي يا على بركة الله قاسة حسن من الكتاب وضيفتنا هي نجاة ترجوي نجاة قصحات كل وقت شو كون فينا ما قصحات وش الوقت كل شي طبعا كانت قاسحة معك ولا ضريفة لا شوية كانت مرة قاسحة مرة ضريفة بش ما ننكره شعو تاني مرة قاسحة مرة ضريفة غير وواحنا كان أقل وغير على القاسح طبيعا فينا طبيعا فينا ما عرف شالش أنا ما عرف شالش كان عقله بزاف على القاسح ممكن حيث كي يعلم كي يبقى واخا نجاة في الحياة كانت تلقاوا ضربات وصدمات أكثر صدموا وضربات تلقيتي أه والله ما عقلة زع ما دابة ما عقلاش مع عقلة دابة فرحانة دابة أوزان دابة فرحانة شوفي بعد المرة كان كون معرسي كان بغين تفكر غير شي حاجة شي حاجة بكاتني ما كنت تفكره نعم قلت ليك في الكواليس بأن فش كان هدرو أنا وياك كان حس بأنك كني عمق في الأفكار قلت لي الحياة يلي خلتني نكون هكذا الحياة كتخلي كون عندك عمق الحياة كتكبرك بلا وقت الدنيا الجنرال حيث حنا مفتونين أها مفتونين فكتلقا أراسك أنا ديبك اتكان حساسة أني كبر ملاش جالي بزاف حيث بعد مرات كانوا يجيوني البنات اللي في السن جالدة كل وقت ما زالك يلعبوا ما زالك أنا كنخدم كنت كبر من السن جالك وحيث وقلت بديت الخدمة صغيرة خدمت مع الناس اللي كبر مني بزاف كنت كنسمع مشاكل الناس هدو مزوجة هدو مطلقة هدو هدو وليدات هدو ما عندوش هدو مرات الشكس تحك من غيري أنا تمن تجاري بالناس كما قلت لك بديت صغيرة كان خدموا وكان شوف الناس تجاري بديت الناس علموني بزاف اها وكبرت بزاف مع مشاكل الناس ولكن دائما شخصية قوية اللي كتبالي قبالت هدابة وعموما فاشكين كل واحد شخصيته قوية كينه واحد شخصية ضعيفة مسموح بالضعف داخلنا أنا مش هدو الضعف كنعتبره شضعف بالعكس غير هو بعد المرات كما قلت لك قبالت تضلم حيث الناس يشوفوا شخصية قوية يشوفوا ناجات قاسحة وناجات كما سيقولوا لي صحابي مرو وقادة لكن بعد المرات كيت ناسا وانو راه الداخل دي الناجات راه ولي تتغور بغيكي بكي بغيكي تجرح شو ليه جرحك؟ بزاف بزاف في الحواج في الفن بيش غير في الفن في الحياة عموما أنا أعطيك تلي كوموند أنا أتسؤال كي يعجبني كيقولوني بي أنا كتسؤولي بزاف ولكن أنا أتسؤالي كي يعجبني أنا أعطيك تلي كوموند وأتسؤالي ويكفل شباك لحياة ترجعي تلي الفن ولا ما ترجعيش؟ لا خطير هاتشي كتقولي خطير ما ترجعيش؟ لا سعيب هاتشي تلي يا ليت كنت بعد نصيحة الأم ديالي أم ديالي كانت بغيانين الحمدلله كما تقريتي كانت بغيانين أخدمت كان عندي أمبوست دوين كانت عندي لا ميتويل ديالي عندي لا سينيساس عندي لا غوتخات عندي كانت الأم ديالي كان الحلم ديالي أنه نبقى خدامة ومبعد نتزوج نولد بريداتي وحلم دوين كانت ضد الفكرة؟ الفن تريق هو وعر تريق هو وعر غارج علادة ما قددت الفكرة لأم ديالك؟ لا فرحانة وخاك تخاف عليها مازالك تخاف عليها بحل ديالي خوفي بزاف بحل ما نكون سافرة في طيارة ما كتنعش تكن وصل تريقه صعيب الفن؟ طبعا كيفاش؟ أكثر دربت دربتي في الفن؟ لأنه أنا واحد سيدة اللي دخل سوقراسي بزافي ولكن إذا كان جدت أكثر من الحيط لو كنت أعادتكم النفاق؟ شوفي نفاق كيف تنافقت كثيرا؟ لم يكن تطرق النفاق بزافة كثيرا؟ لم يكن تتطرق النفاق بزافة محسوبين على رؤوس الأصابع لأنه لم يكن تعدها في مواقف لنفاق كما قلتلك أنا داخل سوقراسي بزافة لم يكن تتلاقيه مع الناس لم يكن لدي أصدقاء بزافة في الوسط الفني لم يكن لدي مشاكل مع الفنانين لم أتطر أن ينفقهم لأنه لا أقول لك لماذا؟ وكلاحة لم أكن نفس حتى شي أحد لم أكن نفسي تواحد؟ لم أكن نفسي تواحد؟ لم أكن نفسك تواحد؟ لا، تواحد لا ينفسني أو نفسه وفهمت لأنه أنا أدف بوحدي أنا أدف بوحدي أنا أدف بوحدي بوحدي كان الناس الذين سيشرحوا هذا الشيء الذي قلت لي كيف سيشرحه؟ غرور لا أبدا بالعكس أنا أضعى في خلق الله و كنت خير كانت أنا تواحد في المغرب و أحترمهم و أقدرهم و أمجد أعمالهم بعض الأغرار و أمجد لك لأنني لم أكن نفسي و أنني أدف معا أمجد أكثر لم يكن حدثي أمجد أدفاعي نعن في الفن أو الحياة أمجد أمجا و أنهم يشعروني و أنني مجدد أدفاعي ولم يكن يمكن أكثر إختياره يكون في طريب صداق ديالك نعمان الحلو طبعا علاش هذا الاختيار نعمان الحلو أشوفي كان مهم عندي يكونوا واحد الأسماء لأنه ما كان نعتبرهمش أصداقاء خلي كفنانين كإنسان أستاذ نعمان الحلو والأستاذ كريم تدلاوي من الناس طبعا أنا فرحت بالناس الفنانة كلهم لي جوا عندي الله يكبر بهم رياض العمر ياسار رشيد الإدريسي سعيد الفنانة جميلة سعيدة شعراف شوف ما بغيت نسح التشي واحد فنانين كلهم لي جوا فوق راسي النعمان الحلو وكريم تدلاوي مع حفظ الألقاب طبعا من الناس القراب لي بزاف في الوسط الفني ومن النهار اللي بديت في الميدان يعني بحلة قلتي حضنوني وتعلمت منهم بزاف نحويج وقالت تيقار تعلمتوا منهم هديك أناني نكون بوحدي وما نكونش عندي مشاكل في الوسط الفني ولا تعلمتها من الأستاذ نعمان وتعلمتها من الأستاذ كاريم أستدلاوي لأنهم بدينها في الخدمات لهم في الفن لهم كيبغوا الفن للفن كمتلية كان مهم عندي أنهم يكونوا في زواجي كيني صداقات عندكم؟ كيني صداقات طبعا كيني 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 لا كيني تحمل من الناس لكي لا تصدقا؟ لا 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 تعمل تحديث عن ناس العاديين تحديث عن ناس العاديين و أسعى فهنا كيف سعيب عندكم؟ لأسرحة فنية أو الحالبة فنية؟ لا لا تقوم بحالبة فنية لا تقوم بحالبة فنية لن تتعمل في الكلينيك يتطلب من اتريك يقوم بمثل وصفة واحد يتجد من اتتعارك و يتسلم حين يتحرك جميع الميادين، جميع المجالات، غير هو لأن الفن مسلط عليه الأضواء، كل شيء يتعرف. ما هو صدقات في الفن؟ أنا عندي صدقات في الفن. ولأن الفن جاءت تتعطينا فن جميل، تتعطينا إبداع، تتفرحونا، تنشطونا، كيف يتعطينا غريباً لكي يكون هذه المشاكل لديكم؟ أنا كنت أعتبر هم بعض العناصر، لا أعرف كيف سأشرح حالك. ما هي العناصر؟ هؤلاء الناس يتعلمون فيهم النفاق، ويقولون يرجعون للفن أنه مدابزة، وأنه يغير من هذا، وهذا يحفر لهذا، أنا لم أعشتوش، محفر لي أحد في الوسط الفني. كين، كيني فناني تتعود لي بأن تتتضلهم حفلاتهم. ما هد شي كي يوقع، ويقدر ليكون الشميل الفنانين باك نتفاهمه، لا يمكن أن تنقل لك حفلة، لا يمكن أن تدخل لك حفلة، يمكن أن يكون هدف المنتج أو مدير الحفل و المهرجان، عنده هدف واحد آخر، ويغير فنان واحد آخر، ولا يغير هذا الفنان، هذا القدرت في الوساط الفني انا لدي بلا أصدقاء أصدقاء من أقرب المقربين الجميلة سعد وعلاقتنا بعيدة على الوساط الفني لا نبانوش كثيرا تتكسيده بحلقتي ذوينا القلت لي واحد ينسان واحد بعيدة على الأضواء ونحترمها ونحترمها ونقدرها حكمة من أقرب المقربين القلبي نجاة قلت لي بأنها لم تنبنوش أنا وياها في الأضواء ومتنبنوش في أصحابات ماشي ضرورة كيف يبانو ماشي بالصح؟ كينين ماشي بالصح كينين طبعا كينين أنا وقد دخلتي لباش جالي ولباش جالي لإنستغرام تقدري واقع لأشي مرة حتنا شي فيديو ورجوش مرات كنا طلاقينا في حفلات معمرنا ما حتنا تصاور أنا وصاحبتنا وكنت نتعلقها وكنت تعيطها في مغربات أساعة التنزل وكنت نسول فيها، كتت فرح لي نزيل تأتي بشكل ربك لذلك وعخة سيبقليك كون شرتي تدوينها في حسابك الخاص في إنستغرام طلبتي من الدنيا أتسامح البنت خولا قا تسامحي إنتي أتطلق في حقك وكنت أيضا جيدا لكن هل تستطين اللقاء أو جيدا؟ أرؤوا في لحظة المشكل أنا لن أقرأ لك وكذلك تقلسي مع رأسك وكذلك تسمحي من خاطرك وكذلك تشعر راحة زوينة وكذلك تقولي أنا سمحت وكذلك قلبك ترتاح وروحك ترتاح وكيقولي بالنسبة لك الشخص كيبالك صغير يور فش اللي غلب يعف فش هدرتي على تدوينات دونيا موضوع ماشي موضوعك دونيا عزيزالية دونيا بطازوت من الناس اللي عزيزالية تقلقات منك حي تقدر ارتفاع الموضوع دونيا طيبة جدا تلاقينا شخمرة أنا ودونيا بطازوت بالعكس دكسيدة ضريفة بزاف وطيبة بزاف ودك المشكلة كان ممكن يوقع لي أنا كان ممكن يوقع لأي واحد وش أنا نقول لك واحد الحاجة دا بالفنان كيف ما قلت لك حيث مسلطة عليه الأدواء أي حاجة كتوقع لا راح ينتفنانة لا راح ينتفنانة راح ينتفنانة دونيا بسيطة جدا وعادية جدا تلاقينا شخمرة مرارا وتكرارا بالعكس أنا أعجبت لها تسمح كما قلت لها منطلق الله يسامح لا يسامح لا يسامح لا يسامح لا يسامح لذلك البنت إذا كانت أغلطة فك الله يسمح ليها أو إذا كنت أغلطت فيها الله يسمح ليك وصافي لا يسامح لك وصافي لكي تلقي بعض المرات ينشي ناس اللي يتغداون هذه المشاكل اللي يزيدوا العافية كنت مؤخرا كتبتي ستوري كبيرة أقلت إليها قلت إليها على الناس اللي يدخلوا في حاجة ماشي ديالهم ولي يتبلاوا أو لا قبل الزواج ديالك قبل الزواج ديالك بوقت طويل أقلت إليها أقلت إليها قلت في استوري قلت في استوري قلت في استوري قلت نجات كتبتها بالكحل كانت بالكحل فون ديالها وكتبت بالبيض وقلت بأن كان الناس اللي تبغيوا يضروا الناس الآخرين وعندهم الدر مجاني أعقلت إليها لكن لم يعيش على شكل كنت تبتتين عندك الجنة اليوم تقولين ما قلتها؟ لا لا أقلتش ألا أكيد موضوع ما يخصني الان therapist مجلسة بعض الاشخاص لدينا عملية خطر وان انو كنت تع تلقى ايعل baked me الأحكام المسبقة تتبب في كوارد تتبب في كوارد و تتضرر لا يمكن لك تصور جرح لأنه الكثير من الناس كانوا معهم يقوموا بأنا وقعوا لهم ويعودوا لهم لأنه حرام تعطي حكم مسبق على شخص لا تعرفوه فنان مشهور لا تعرفوه كيف عايش واذا عنده مرض واذا عنده مشاكل واذا عنده ضروف صعيبة واذا عايش شي حاجة خيبة واذا تحكموا على الناس يجيني شر مجاني انا ما كنقول لك اذا كنت تشكر فيه وتهلل عليه بالعكس غير ما تبقوش تسلخو فيه مو عدم الفنانين اللي كنحاورهم او اللي كنشوفهم في حوارات في جميع العالم هنا في لبنان في امريكا في فرنسا كتكون صورة جميلة كيعطيها الفنان هاديك شخصيتكم بالصح او لا فاشا تكون الكاميرات ناجات كتضروا تمتلوا علينا دور شوفي ما نقدرش نحكم على الناس كاملين انا غنحكم على راسي شخصيتي هي هادي هي هادي ما كنتمتليش عني لا ما كنتمتلش انا بحلقة دايرة حمقة شوية في الضحك بزاف الناس اللي ما كيعرفوش من غير الناس اللي قرب مني انا كنبغي الضحك بزاف ما كنبغيش نعيش دراما كتر كنبغي نفرح كنضحك تلقيني شدف صحباتي وشدف ولدي وشدف راجلي وضحكة فمتش مرتبن نقولك ديرها في ضل الله سبحانه وتعالى فلما بغا توصل توصل لا ما عايت تعارفة ما شو في ما غا توصلش حاجة خيبة الله ما لك الحم انا عطاك تلتا الاسماء للفنانين وغا تقولي لي شكونا هو الفنان اللي انتي معجبة بفنه مرحبا مرحبا انا اللي فيها مشكين ماشيك انا ما تحرجينيش ساعد المجرد او لحتي معمور حراما لي كل ما زازالي وكل ما يعجبوني انا فيها مشكين انتي فكري المشكين شوفي لا واحد فيهم لا ولي هنطل عليهم باعدة لا واحد فيهم تقول لي تنقول لكم ثلاثة الاسماء اتجابوني كل واحد ومبالخار متنتجابه لا انا اتجابك انا اتجابك داوزي من الفنانين اللي أنا واقعي لطفولتي عشتها معا كانت أصدقائهم من أثناء صغرات educators. كانت أخيراً تطبيقنا عن طريقة الصغيرة. تضيقتي عن طريق أثناء الأثناء. كانت أخيراً أن أخبر من الغيرة أثناء الأشخاص. كانت أخيراً لك أن أخبروا. كنا نرى هو صغير و دائر القصة لكي يرغني سعده و يغني و عداره عداره بغني ماذا لم أخلوني اتشاري لكي تتحسي من غيره في هذا الوقت نعم بالعكس قلت لك هاداك الولد عزيز عليا أنا كي يعجبني الهوالي مربي وهذا الولد مربي مقدم كي يجبني رأس هاداك كتحسي بالنقاع هاداك الولد عزيز عليا ده كلمة حق هذا هو حاتم عمور فنان زوين أختياراته الغنائية جميلة جداً. كيف اختيارات الغنائية؟ كنا عشق اختيارات حاتيم عمور. كنا مؤخراً صورنا احد البرنامج في البنان. وقلت له كنا قلسين قبل الليلة اللي قبل التغناج عشينا انصامر. قلت له حاتيم اختار لي اغاني. أنا بغيت كنت تختار لي اغاني. حيث اختياراته لا يعلق عليها. وفننا الناجح وغادي مزيان. والالبوم الاخر رائع جداً. سمعت منه شيء اغاني من غير اللي ينزلو. وكيعجبني متابر. فمتي. ساعد لمجرد شهادتي فيه مجروحة. عندك الانسان عزيز عليها بثاف كشخص. وكفنان. عزيز عليها كشخص لانه وقعوا لي معا حويج انسانية. اللي ما كتبانش في الكاميرا. ما كيشوفوهاش الناس. حالاش. شوبي بثافت المرات. كنت واحد مرة عايت له في رمضان. وكان واحد سيد تصل بها. قال لي واحد البنيتها مريضة. ونعسى في الكلينيك. وعندها قياس الخير سرطان. والحلم ديالها. انا اتبوي مع ساعد. اتبوي معه في التلفون. وكان رمضان. بقى كان عقل. وانا اتحويش انسانية كي اقتروفية بزاف. خاصة من يكوكنوا اطفال. قلت له اخويا انا سيفطلوا واتساب. ولجاوبني مرحبا. سيفطل ساعد ميساج في واتساب. عايت لي. قليل فينا كلينيك نعسى السيد. قلت له. راب اتبوي معها في التلفون. قليل لا. قليل في النعسى البنية. قليل ساعد الله يخلي قول لهم. ما بغيت لا تصور. ما يصورني حد. ما يخرجها حد. انا غنجي عندها. مش عندها. فطر معها. بقى معها تلفجر. وفرحها. وعايت لي. قليل ما تحطيهاش. انا جاة تسيل توبلي. ما تحطيهاش في. في السوشال ميديا. وبزاق شوفي. وبزاف كحويش ذوينين. ساعد ما غيبغيش نقولهم. فلمتي ما غيبغيش نقولهم. لانو انا كنا عارفة هادش. حيث كان كي وصلني كي قولي الله يخليك ما تقوليش. الله يخليك ما تقوليش. وكنت انا عطلقت. كان عنده حفل في ميجا عامة. وكان عييت يسول فيها. ساق الخبار وعييت لي. مع انو ما كناش صحاب ديك صحب ديال. كان شوفو كل نهار. ولا كانت عييتو كل نهار. يعني ما كانش مشبر انو يعييت يسول علي. مع انو بزاف الناس اللي كانوا صحابي. مقربين. ما عييتوش يسولو فيها. ما عييتوش يسولو فيها. هو التعصل بيها. نهار سمع اني نتطلقت نفس الأسبوع. نباس وما يبقى شفك الحال. والحياة تستعمر. واش محتاجة شي حاجة. واش عندك خوك. شوفي شي حويج اللي ما حرام ما نقولهم. شو حقها تسيد. عمري ما قلتهم لي انو هو ما كيبغيشها تشيد قال. اول مرة كنت قوليهم يومه. اول مرة كنت قوليهم لي انو هو ما كيبغيشها تشيد قال. وعرض على غالي. داس واحد الأسبوع كان عندو حفل في ميجا راما. وعرض. هو كان عارف غالي ش حال كيبغيش حال كيبغي. وصول على غالي قال لي يا. اللي كيهمني في الموضوع انتو مكبار. كيهمني غالي. واش لاباس إليه واش بيخير. وقلت له الحمد لله. داس واحد ثلثي ما عييت لي قال لي غالي جي يحضر الحفلة دياري في ميجا راما. ومشينا حضرنا وطلع معه غالي سيخسان غنا معاه. فهدسيت شهادتي فيه مجروحة. وكنجم طبعا كفنان. أنا سعد نجم. فغل نختار سعد. سعد هو اللي هتختاري. انتي وجدت جوبي على الانتقادات المجهلك. ما عنديش مشكلة. ما كتبغيش الانتقادات. لا بالعكس. ما عنديش مشكلة. أبدا بالعكس. نجاة الرجوي وحق الرد. نجاة. نعم. شعرازت. شنو تردي على طريقة زوجك. اللي قالت بي أنا انتي سببتي من تفكيك عائلتهم. أول مرة كتردي على هذا الموضوع. أعطي علاش. ما بغيتش نردي على هذا الموضوع. عندي بزافة الأسباب. وغلن جاوبك. أول سبب أنه أنا مش في موقف تيهام. علاش. زوج جاري مطلق. أنا مطلقة. وتزوجنا على سنة الله ورسوله. شرعا. علنا. عائلتنا بجوج راديين على زواجنا. الأهل جالو جاء وخطبوني من دارنا. والأهل جالي قبلوه. وتزوجنا على سنة الله ورسوله. واللي خستو يدار درناه. تزوجنا علنا ما خبيناهاش. فما كنشوفش راسي درتش حاجة غلط أولا. ثاني حاجة. الموضوع داخلين فيه بزاف ديال الناس. وكنين أطفال الوسط. أنا ما كان بريش حياتي. وحياة الناس لي مرتبطين بيها. تكون بوست على الانستغرام. غالية بزاف. غالية بزاف. وعزيزة لي بزاف. كسوى نبيل. كسوى أنا. كسوى ولدي. كسوى بنتو. كسوى طليقتو. كسوى عائلتنا. من بريش حياتنا. تكون على المشاعر. ثالث حاجة. حيث هادشي ما كانش. هادشي ما كانش. ما كانش. نهائيا ما كانش هادش. تضلمتي في هذا الموضوع. تضلمت بزاف. تضلمت بزاف. تضلمت بزاف. تضلمتي. تضلمتي لأنك فنانة. لأنك. ممكن. حيث تكون كنت شخص عادي. تضنش كان غيوقع هادش. مكانش غيقول هادش. مكانش غييتكسب هادش. وأنا. مبعد شفت تكذيب ضونك. ما عرفت وش هاي الصفحة بالصح. هي الكتبات. ورباش هي الكتبات. لأنه مبعد قرأت. أنه نزلت تكذيب في هذا. ف. اللي درني. أنه الناس. ركنت قلتها واحد النهار. كانوا قعوا واحد المشكلة. وواحد الفنان. وكنت كتبت أمن بوست. دقي كان. وليت كنحس. إنه وقفين في الدورة وهي زينموس خاصتك غيرت كيس الخو حيث دكوغ تحط أم بوست باش عرفتي قال الله هداك البوست رح صح ولا هداك البروفيل هو ولا ماشي هو باش عرفتي أنه ذاك الكلام تقالب الصح ولا ما تقالش واش كاين ولا ما كانش حيث أنا ممكن نكتب لي بغايت أنا في فيسبوك ولا في انستغرام ونكتب لي بغايت غا تطيقيني مئة في المئة وخات تعطيني غاية أنه ذاك شي مكينش مثلا بغايت نقول لك لكن عنقل لك في الأخر نشوف تقريت لي تسوحكي في من الناس كاملين لأنه وصقت الخبار وكل شي كيعييت لك يقول لي شو ما هذا مكتوب ودخلت أمورك في الوقت تجد أم انت فرحانة بالعرس جالك بقيت فرحانة بقيت فرحانة لا بقيت فرحانة لا بقيت فرحانة طبعا نقول لك عناش عناش ما برستنيش شنو سميته هو سميته عالم افتراضي لن نجعل عالم ميديا كلها اسمتها عالم افتراضي لن نجعل انا كومنتيخ ولا واحدة كتبات ولا واحدة سيدة جاوبات ولا واحدة سيدة جاوب ولا شيء يخصر لي فرحتي انا لانا مقتنعة بيها ودرتها عن اقتناع وعن رضا وربي سبحانه وتعالى قبل بيها وسهل فيها وسهل امورنا بالزربة وتزوجنا لن نجعل انا شيء حاجة بحلقة تخصر الفرحة ديالي ابدا بالعكس الله يكمل بالخير شو كتردى الناس اللي انتقدوا غنائك في العرس اللي ردتي اليهم تيت اولا ان انا لا كنت افعل العرس ممكن ان افعل عرس ماذا هو فراحة عروس المصق لحظة خطبه في الدار سوف نصحق العرس وصفة مقربة وضايق كان عملنا 1-4 طاولات او 5 صفات اشريك عام اضر الناس لقد قمت بصداق و سالينا لأنه أنا ماشي الشخصيات اللي كتبغي تدير البوز أنا وعد السيدة اللي دروي شافينجي مكا وعمري مدرك البوز قدرت وقعني منيجيش من دووويس ميسينا في العموم ديما أنا طوكيل قبل العرس بيومين والتا واحد ما كيبغيت سيقالي لأنه بثاف تنس تقلقوا مني علاش ما عارتش عليهم العرس ديانت دار في 48 دار ورب يشاهد على ما أقول صديقة ديالي الميكاب آرتست ديالي ليلة اللي هي ميكاب آرتست ولات صديقتي واختي وصاحبتي قبل بيومين كتدق عليها في باب الدار جايبة نقافة خميسة جايبة فالح جايبة جايبة لي بخيستاتيخ كاملين للعرس واقفين علي في باب الدار كتقولي غديري العرس أنا أغديري العرس قلت ليلة وش حمقيتين أم بغاش ندير العرس لا أغديري العرس شوفي نوضات علي النحل قلت ليلة وعيطات للناس كاملين قلت لهم أنا بغيت نفرح بيها وبغيت نفرح بكم وبغيت ندير لكم العرس وبغيت 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 قلت العرس شوفي بفرد 48 ساعة قلت لهم كانت عرضي على الناس بحيث أننا نهر حد أنا نهر حد أنا نهر حد أنا نهر حد نهر حد كل شيء المعروض في نهاره يبقى في داره لأنه لا يمكن أن نرد على الناس حد وانتي الحد وانتي حد لعرس حد كنقول لي مرة والله ما كن حد لعرس صراحت شدار غير ديومين الغناف العمارية كيف يفجس أولاً أنا كتفرحانا بزاف قد فرحتي بالدنيا بزاف كنقول رب يرزقني براجل طيب وبعائلة طيبة يعني عائلة نبيل ناس زويني بزاف اللي حتظنوني بزاف واحد درجة ممكن لكش تصوريها لا الأب دياله ولا الأم دياله ولا الخواتات دياله بجوج وليت كان حس أنه عندي عائلة كبيرة ففرحت وفرحتي قلت لك قد الدنيا مني طلعت في العمارية والعمارية را نضع لها صدارة مكتب بغن طلع في العمارية كنقول لهم ما تطلعش في العمارية ربما ما كان بغيش أنا هاد الشي كيقولوا يلا غا تطلعي طلعت في العمارية الفنان الجميل رشيد المريني هو اللي كان دار لي الضورة كانت يغني واحد دوروني عنده ويقول ليا تغني هاك هاك هاي ما شافوهاش الناس أنا جاتني شوفي أنا نعم أولا قبل من العرس كتكون قولون أنا ما بغيتها حاجة تخرج حلاش حت أصلا المعروضين المقربين جدا دا ما مداصر علي مقيمتا وحد ما يصورت وحد ما يحتي حاجة الله يعطكم الخير ما بغيت سيندرك ديالي بيرسونيل مني طلعت في العمارية وقبضت الميكرو تكن غني بالفرحة شوفي أنا عروسة فرحانة براسي أولا ما يحتي بها لماذا تشوفوها غلط لماذا تشوفوها طاقة إيجابية حاجة زوينة أنه الأمل كان في الحياة وأنه الدنيا ما تتوقفش وأنه الحياة تستمر وأنه أربس بحنا و تعالك يجازي كل واحد على قد دنيا دياله فأنا أخذت الميكرو وبدأت نغني في هذه اللحظة نرى الناس يصوروا كل شيء كان هذا يبقى وكان نرى الناس يديروا اللايفات وانتا تقول يبغي صور يصور وانتا ساعة ما كنتش نخمم الصور في نبيل وفي عائلتي وفي عائلته تكنشوف الفرحة في عينيهم كل شيء فرحان بنا الأم ديالي تكنشوفها كتبكي الأب ديالي تكنشوفهم فرحان مولا ميمشوز خالتيك تكنشوفهم مع النقاه وفرحانة صورني صحاباتي كلهم كانوا فرحانين وكي صغرتو وكي صليوا عينيبي كنتشوف كل شيء فرحان كنتشوف العينين كلهم كيبريو فين غان نفكر ذاك ساعة أنا في السوشال ميديا ولا فغيت تخرج فيديو ولا غي خرج انا كنغني في بزاف الحفلات وبزاف الأعراس ما كتكونش فنانر ما عندها تعالقه بفنانر وانتا سوروا العروسة منك تطلع في العمارية ما غيمكلك تقول للناس لما تصورونيش ولا ما تضعوش هذاك شيء في فيسبوك ولا ما تضعوش في انستاغرام أنا في الليل دخلنا للدار كنلقى كنحل للانستاغرام كنلقى كمير أنا في الانستاغرام شوفي ما تقلقتش حيث تعليقات اللي جاتني والتصارات اللي جاتني والناس باركوليا للمدين ما حطيت أنا امبوسط بس ككل شيء حط سابت أنا حطيت ما ردك ناجات على الناس اللي كتقول بأن أعمالك الفنية لا فيهمش واحد القوة اللي كتخلي اللي كتخليهم يفرضوا رأسهم الساحة الفنية متفقى معهم متفقى معهم طبعا مش حال عندي للأعمال الفنية عندي ثلاثة ولا أربعة في ميسي راديا لعشرة سنين عندهم الحق متى اللي بغيتي ما يكونوش عندك عمال كتار لا مش بغيت أولاً فاش بديت واحد قولي واحد سنين كنت غير ما كانش كيعرفوني الناس بزاف كنت خارجة من السوديو دو زام ما كانوش كيعرفوني الناس بزاف أنا المسيرة الحقيقية الجاري كان حسبها منذ فويس هدي سنتين اللي قبل ما كانوش ناس كيعرفوني وما كانش ما عنديش الإمكانيات باش ننتج لراسي ما عنديش وكان عندي بزاف دلبيبان محلولين خصومي تسدو كنت كان خدم على هدي وعلى هدي وعلى هدي وعلى هدي وهذا خصو يقرأ ودخصو يخدم ودخصو يداوى وش فهمش يش بغيت نقولك داك الوقت وما فاهماش انا الو دومان ما كنتش لانعرف انو خصني ننتج لانو تحت كتب الفنانين وبديت كنسمع ودرك ينتج ألبوم وهذا دراك يدر الانتاج الداتي وهذا دراك يدر الوطو بخو ديكسجون ما كنتش عارفة من بعد دو فويس ممكن تحسبوني الناس من بعد دو فويس بدرت في ذاك الوقت درت غالي لانو درتها بالحب الولدي من بعد دو فويس بدأوا الناس كيعرفوني بزاف وبدأوا الناس كينتعقدوا ناجات رجوي كفنانا خرجتي من دو فويس خصكت ديري أعمال بدرت عملين من بعد دو فويس الله يحفظ بلادنا والتحية كبيرة للسيدة حياد جبران والأسماء غريمش اللي كانوا سبب في الأغنية ومن إنتاج أسماء غريمش ودرت نحن اللواتي من إنتاجي الخاص لكن ليس أنا نحن اللواتي ليس ناجات ما رضيش عليها ما رضيش عليها ما تشبهش لي ليس أنا بغيت تديريها باش تسايري ممكن بغيت نسايري الموجة ولكن ليس أنا ليس أنا رقيسة ليس معي قبل ما انتقدوني الناس انتاقت تراسي لذلك من بعد دو فويس نوقع من بعد دو فويس طلقت واندي واحد الهاجس وانو اخر لانو طلقت مشيس أنا والدي ممكن هاتشي خاص ما خاصني نقوله لكن خاصني نفسر للناس باش ميلومونيش من بعد ما اطلقت وشيس أنا والدي كرينا وستكني أنا والدي بدات تدور محيات وحدة اخرى وهذا واندي عندي حلم انو خاصني نشري داري بالنسبة لي هي الأمان كنقول خاصني نأمن ولدي بوقت كان خدم كان خدمت الحمد لله بعد دو فويس ما ننكرش خدمت بزاف وتحلو لي بزاف تلبيبان كان خدم كان خدم كان خدم وكت كان جماع ويقول لي النس اللي قرب مني شوفي بزاف الناس السحابي كيلوموني منهم الجميلة حكمت منهم عيضة جبران منهم انيسا منهم ليلى شوفين الناس اللي قربين لي نبيلة هادو صحاباتي المقربين عندهم الحق أنهم يخصموا لي وأنهم يقولون لي يقولون لي نتجي نتجي أعمال يقولون لي موالو أنا ما ننتج تنشري داري أنا ما مواتينيش الإنتاج يقولون يا رب العكس راهي لنتجتي بغت تبقي يكتر وغت تخذي يكتر أنا شوفي كانت بحلة قلتي ديرها حقا مكنسنتري على الدار ننشري الدار الولدي الأمان ديالي ودير والدي ونستقرو في دوائرنا ما يدق علينا ملكرة ما يدق علينا التواحد هذا هو الهاجس اللي كان عندي الحمد لله اللهم لك الحمد أنا مناضلة حققت الحلم الحمد لله دا بغت نتشي دا بغت ننتج والجميل أنه تعاقت مع شركة إنتاج لكن كتلقيت مشكلة واحدة آخر شنو مشكل؟ عنا مشكلة في النصوص دا بي لقتلك تقدري ما تتيقينيش كأنو كيوصلوني عشرين ماكات في النهار ما تيعجبكش؟ ماشي أنا عنا مشكل حقيقي في الكتابة عنا في الكتابة وعدنا في الموسيقى وعدنا بزاف الحويج ماشي أنا أنا شغنقول لك شوف أنا تربيت على الترب تربيت على الأغاني الثقيلة باقي الترب خداب حتيم إدار قالينا فش باش خداب أنا فش كانت يغني الترب ما بقيت ما تيهتم بيته واحد ما نقدرش نقول لك هذيك تجربته ولكن أنا خدامة بترب مني كمشي نغني في دوباي ولا كان نغني في حفلات ولا مني مشيت مؤخرا لأمير شعراء ولا مني مشيت صورت نلتقي مع بروين ولا مني صورت قبل ترب مع مروان ولا مني كان مشيت غنيت في دار الأوبيرا ومني غنيت طرب لحد الآن في المغرب في المغرب مني كان خدم حتى في الأعراس مثلا مني كي عيطلية الناس في العرس كان غني طرب المشكلة اللي عندي أنا شخصيا تقدر هذيك الأغانية زوينين للفنانين وحدين أخرين ما كنقولكش الأغانية خيبين المسارحينش هي أنا لأنه ما بغيتش نعود نرتكب بغلط ونغني شي حاجة غير باش نغني ما حل بنسبالك باش تحلى هذي مشكلة النصوص خاسني نقلب بزيف كي أكيد غلقة أنا غير ما بغيتش شوف ما بغيتش نزرب ونغني غير باش نغني تريش خطوة ما مسارحاش اللي مقتنعة بها مليون في الأنف عندي أغنية اللي جميلة جدا من اختيار الجميلة حكمة مصرية مصرية ما بغيتش نزل أغنية مصرية ده بغيتش مغربية أغنية رائعة ديال الملحن الجميل عيسام كاريكا جميلة جدا كلام ملحن وتوزيع عندي أغنية ديالية عندي ولكن كنقول بغيت ننزل مغربي بغيت ننزل مغربي مغربي أنا الآن كي يجيوني شي حويج اللي ما نقدرش نغنيهم نجاة أرجع معك ساعة قبل البرنامج قابلي تدخلي معي البرنامج ولا تقولي شي الثاني لماذا نقول شي الثاني؟ قابلي تدخلي طبعا ما ندمشي شي حين شيتي أبدا بالعكس لماذا ندمشي كونتخير دي ما كنسمك كتسولي هات السؤال و ما كنفهموش دبنا اللي غنسولك لماذا كتسولي نسا لماذا غيندمو حي تجاوم عندك البرنامج هو السؤال كان في البرنامج دكو لكن أكيد عنده سبب عنده سبب لأن كنين فنانين اللي كيصرحوا تصريحات فاش كيمشيو الدار هون كيندمو على ذوك التصريحات ممكن و في آخر البرنامج تصرحو داروه وهدروه و قالوا اللي بغاو في آخر البرنامج كان سولت السؤال نقطع الشك شك باللقين لأن انت راضي على المرور دي الكماعية شوف أمول بحد الحاجة مني كتكون انت ما كتتطعناش ما كتتمتلش ما كتتكدبش ما عمرك غتندم على اللي قلتيه حيث علاش غندم أنا قلت لي كاين و ما خايف عمتش حاجة و ما عنديش علاش نخاف و ما ما ديرت فهمتي أي حاجة غتسولني و دايق في الأول سولت قلتي لي يا نجات واش نهضروه في كل شيء كتلك هضري في اللي بغيتي ما عنديش مشكل بالعكس بالعكس شرفني أنا أنا حضرت معاك مرحبا بي انت كتعرفي اللي ما عزت جالك تنتي من الإعلاميات اللي أنا أعزاز عليها بزاف و أقرأ بالقلبي مرحبا نجات كنبغيك بزاف لأنه كنا عرف كيف جديرها فبالعكس شكرا لك أنك صدفتيني في برنامجك و فوق راسي و كنت خاي و تعاودي سعيدة لي مرة أخرى نجي مرحبا بي مرحبا بي مرحبا بي مرحبا بي مرحبا بي مرحبا بالكاميرا كنا جات الناس اللي يبغيوني هنقولوني محتى أنا كنبغيكم و ما تلومونيش إن شاء الله بإذن الله دعيو معي يلقاش حاجة زوينة اللي نزلها تكون في المستوى ديالكم و تترضيني أناك في النعنا لأنه كما قلت لشهر زاد ما بغيتش نغني غير باش نغني بغيت نغنيش حاجة زوينة شي حاجة اللي اللي تبقى ديما الناس يسمعوها كان بغيكم بزاف وكان احترمكم بزاف وكان متأليكم كيقول مثال روسي أنه الحقيقة أتمن من الدهب حيك ما كلمسوها في كتير من المواقف اللي كان يعيشوها خصوصاً وأنها كتزيد من ارتباطنا القوي بالناس اللي كيحبونا ارتباط نتمنى وأنه يكون زاد بينكم وبين نجمتنا نجاة الرجوي أما أنا مبقالية إلا نودعكم على أمل لقاء بكم الأسبوع الماجي مع ضيف جديد السلام عليكم اشتركوا في القناة